في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة شتى صور الجريمة ولا سيما المتعلقة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين فقد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بقيام أحد الأشخاص شهرته زعامة مقيم بقرية كلح الكرنك بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان متهم تنويب الإشراكي مع والده مقيم بذات الناحية صاحب النشاط الرئيسي سبق ضبطه باستلام رؤوس الماشية من المواطنين بأسلوب الوعدة بقيمة مالية تجاوزت 44 مليون جنيه وعدم التزامه بالسداد للمواطنين في المواعيد المحددة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهتها أقر بارتكابه الواقع بالاشتراك مع والده على النحو المشار إليها